يعني خلينا أتكلم عن ماذا لو يعني استمر الوضع وما عندنا نظام لتنظيم الإصلاح أو الصلح في القصاص وش التبعات الاجتماعية؟ الحقيقة التبعات الاجتماعية في هذا الموضوع كبيرة جداً أول هذه التبعات الاجتماعية أن قضايا الديات أصبحت مجالاً رحباً للنعرات القبلية كما ذكر الزملاء قضية المفاخرة العدوى السلبية بالمفاخرة بالمبالغ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإتارتها فاتخذت طريقاً إحنا أفضل من آل فلان وآل فلان أفضل من آل فلان هذا أمر الأمر الآخر سمولي العهد في لقاء مع الصحيفة الأمريكية تحدث عن قضيتين قضية الأولى القبيلة القبيلة هي مكون من هذه الدولة جاءت الدولة لتعزيزها وترسيتها ليست حجر عثرة في التنمية كما ذكر سمولي العهد بل هي عامل مساعد للتنمية تحت نظام القبيلة هناك عراف قبلية لا ينبغي أن تكون سيفاً مسلطاً على المساكين وعلى المحتاجين وعلى الفقراء للمعلومة من ناحية الشرعية في العوض عن قتل العمد العاقلة اللي هم جماعة وربعة وأهلة وعصبة ليسوا مطالبين هي في القتل غير العمد مطالبين شرعاً بالوقوف معها لكن في القتل العمد المطالب بذلك هو الجاني نفسه لكن نحن تحكمنا هذه العراف والشيمة والحياة والرفق والارتباط الاجتماعي فلا يمكن أن نتخلى عن رفيقنا إذا هبت الهبة وآعناه فأنا أعرف قصص منهم من باع سيارته منهم من باع أرض حتى ما يوصم بوصمة عار هذه أمام القبيلة أنه تخلى عنهم أو ما وقف في هذه الوقفة فكانت هذه العراف الحقيقة مفرقة للجماعات كانت سيف الحياة دائماً يؤخذ من مال الشخص ما يمكن أن يسدبح حاجة في قضاء حوائجه كان يذهب إلى مثل هذه القضايا اللي لا طائلة ولا فائدة من وراءها الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل فلا يسرف في القتل لولي الدم قد جعل الله له سلطاناً فلا يسرف في القتل ومن باب القياس أن لا يسرف أيضاً في طلب العوض إن طلب منه العوض فالآثار الاجتماعية الحقيقة من إثارة النعرة القبلية والخلافات وحاجة الناس ويعني السطوة على ظروف الناس غير مقتدرين هذه كلها الحقيقة آثار اجتماعية ولكني أنا مع الإخواني اللي ذكره الله عبد الرحمن لما ذكر أنه هناك مساحة هناك مساحة لو افترضنا أن النظام لم يصدر هناك سلطة بيد أمير المنطقة وهناك قدرة على أن ينحى السماسرة على أن تضبر الأمور عند لجاناً متخصصة تخاف الله سبحانه وتعالى وتنظر أمارة المنطقة سنحد من هذا الأمر بشكل كبير بإذن الله